نظم والية ولاية المسيل عبدالقات الرجلوي لقاء موسع مع المستثمرين والمتعاملين الاقتصاديين في الولاية وذلك لدراسة أهم انشغالاتهم والمشاكل التي تواجههم أين تم مناقشات المشاكل الرئيسية على رؤوسها رخص البناء والعرقيلة البرقراطية التي تواجههم التغذية كانت لسوفيان قوادري الاجتماع ثاري بالاقتراحات وكذلك حولنا حل المشاكل آنيين في الوقت بحضور كل المدراء المعنيين وتكلمنا في إطار القانون نساعدهم ولازم نعطو ديناميكية كبيرة للمستثمرين كانت فرصة طيبة أننا طرحنا المشاكل التي اتقاها شركة مغرب بايب على وجهة الحصوص وكان هناك تجاوب كبير من سيد الولي نظراً للحرص الشديد على حل جميع مشاكل المستثمرين على مستوى الولايين الغيابة المعلومة أن المستثمر في بعض الأحيان عنده الإمكانيات بش يستثمر لكن ما يعرفش القطاع اللي لازم يستثمر فيه لأن المعلومة الأسف شيء الشديد غايبة هنا ربما المعلومة لازم تجي من عند مديرية معينة ربما تجي من عند الإدارة وعلى هامشة لقاء أكد المسؤول الأول في الولاية شروع مصالحه في استرجاع وتطهير العقارة الصناعية الغير المستغل من طرف المستثمرين لإعادة يقول دراسة إمكانية منح للمستثمرين القادمين على استغلاله نحن ربما نديرو استرجاع الأراضي الغير مستعملة المستغلة ولمشي الإدارة هي السبب في تأخر هذا المشاريع رح نسترجعها ونمدها لهم وكذلك هناك برنامج تهيئة هذه المناطق النشاطات واللي رايح ينطلق إن شاء الله اشتركوا في القناة